عدل الحوادث التي صارت قبل يومين يعني كذا شخص قتل بسبب خلاف على موضوع مولد هذه التوفيين دائما تسوي هذه الإشكاليات. لكن هناك نقطة مهمة جدا سيد وجدان. الشؤون العراقيين تحملوا زمن الحصار البطاقة التموينية تحملوا لأنه كانت تجري على الجميع. يعني نعم هناك بعض الأشخاص عنده بسبب ظروف عمله صح أو غير صح عنده ظروفه اللي هو محس بالحصار. يعني كان موفر. بس الغالبية العظمى من الشعب العراقي كانت تاخذ بطاقة تموينية. وكانت الأمور ماشية بظروفة صعبة. هذا الموضوع. يعني هسا إحنا اليوم بالضبط. يعني اليوم مثل الكهرباء. مناطق بيها ساعات يعني ما تنقطع ومناطق ما بيها. هاي الشغلة اليوم. أنت دائما مداخلاتي جدكية وأسئلتي جدا ذكية. تسلمي. يعني حقيقة وكان مش مختصة يعني. زين دكتور اليوم هاي تركيب الألواح. نرجع للطاقة الشمسية. راح تكون بديل منافس للاشتراك الشهري. يعني بدل ما يدفع المولدات الخاصة بالأحياء السكنية. إذا تسمحيلي قبل ما أنتقل لهذه النقطة. أقترح فادمو اقترح على وزارة الكهرباء. ونحن ماضين يعني تواصلنا مع الجهة المعنية لغرض الذهاب في تنظيم هذا الموضوع. اليوم مثل ما صارت بطاقة تموينية للجميع ومشوح وتحملوا ظروف صعبة جدا. اليوم المواطن العراقي أبو غيره يوقف. إذا شعر أن هناك عدالة فيفترض أن تصدر جداول قطع لكل العراق حتى أقضي على الفساد إن كان موجود بدرجة أو بأخرى في موضوع إعطاء منطقة والقطع عن منطقة أخرى. أن تصدر جداول يومية وتعلن بوسيلة أو بأخرى. أو بموقع معين يدخل المواطن يعرف القطع مالته. أولا يبرمج نفسه. يبرمج حياته. يجوز في هذا الوقت. يطلع من البيت يروح يقضي أشغاله. يجوز بهذا الوقت. يعرف نفسه أنه لازم يدبر وقته بهذا التفاصيل. لكن يشعر بالعدالة. يشعر حتى ينظم حياته. عملية القطع العشوائي الغير منظم. عملية القطع الارتجالي. عملية العدالة أو عدم العدالة في هذه الشعور المواطن بعدم العدالة. ينظمها أن وجود برنامج واضح ومعلن. وبنفس الوقت يرفع يد الاتهامات على بعض من قيادات أو شركات التوزيع. أنه أنت سيد رئيس الوزراء في زيارته لمركز السيطرة والتحكم. أنه ليش برأس الشهر تنقطع الكهرباء على مودة أبو المولدة. يجبه الفلوس. هذا إذا صارت جداول ينتهي هذا الكلام كله. أرجع لموضوع المنظومات الشمسية. المنظومة الشمسية على سعر الكهرباء المعلن أو المعامل في العراق. 10 دينار. كلف الدولة حدود 150 دينار. خسارة الدولة 140 دينار على السعر الحالي. تخسر الدولة. أو 135 دينار تخسر بالكيلوات الواحد. أشبه بالبلاش الكهرباء. لكنها غير موجودة. فمن هي غير موجودة. المواطن يضطر يدفع المولد. إذن هنا حتى نقارن المنظومة الشمسية لا نقارنها بالسعر الكهرباء الوطنية. نقارنها بالاشتراك بالمولد. الاشتراك المولد اليوم فرضت الدولة بقوة وعطت الديزل والوقود وكذا. وفرضت سعر. السعر لا يتنفذ على الأرض. ولذلك هذا حادث القتل الذي صار العشيرتين مع بعضهم الذي هو سبب هذا الموضوع.